أعطيكم العافية نحن عاكينا الجزء الثالث من الكتاب قسمناه ديسكور كندا قسمناه إلى قسمين اليوم حن نحكي عن الجزء الثاني من هدول اللي هو عن حروب اللي خاضتها كندا ضلكم تابعيني إذا عجبكم من القناة بدني مساعدتكم تعملوا سبسكرايب ودعمكم بأنكم تعملوا شير لأصدقائكم إن شاء الله كله يستفيد منه طيب هذا جزء الثالث بدنا نحكي يعفيه عن الحروب نبدأ من صفحة 21 الحرب الأولى اللي خاضتها كندا اسمها الساوث أفريكان وور دخل فيها سبع تلاف متطوع من 1899 ل 1902 أو بسموها البور وور أو الحرب الخنازير ساوث أفريكان وور ما فيش كتير عنها في 261 مات يعني هذه هي المهمة الحرب العالمية الأولى اللي صارت 1914 طبعا كندا كانت حليفة لولايات البريطانيا فعشان هيك اضطرت أنها تدخل في الحرب ودخلوا بأكثر من 600 ألف جندي في هذه الحرب معظمهم كان متطوعين وكان عدد سكان كندا أيامها 8 مليون فالعدد تقريبا تقريبا يعني عشر السكان في أهم شيء قاموا فيه الكنديين اللي هو فيمي ريج معركة فيمي كانت من أشهر المعارك اللي بيفتخروا فيها الكنديين لأنها تقريبا أنهت الحرب العالمية الأولى في 1917 شهر 4 إبريل نيسان في حوالي عشر تلاف جندي تصاوبوا وماتوا استشهدوا في هذه الحرب وفازت فيها القوات البريطانية على قوات الألمان وبالتالي تقريبا أعادوا هذه المنطقة وعشان هيك كل سنة في إبريل 9 في عنا يوم اسمه فيمي دي احفظوا هذا التاريخ فيمي دي في 1914 إلى 1920 برضو في حوالي 8000 شخص في كندا من أصلهم من أستريا وهنغاريا ومعظمهم أوكرانيين كانوا محتوطين في كندا في كامبس خافوا أنهم يكونوا جواسيس للألمان في 1918 تحت الكماندز آرثر كوريا هذا مشهور يعتبر هذا اسم مهم جدا The Canadian Greatest Soldier أحسن أفضل محارب كندي The Canadian Greatest Soldier في نوفمبر 11-1918 60 ألف كندي ماتوا ومئة وسبعين ألف التوتال كانوا جرحا أريد أن نتحدث الآن عن حقوق المرأة حقوق المرأة في كندا لم يأتي بالسهل كان في البداية فقط الأدلت وايت ميل يعني الرجل الأبيض الوحيد بقدر ينتخب بعدين صار شغلة اسمها Women's Suffrage Movement Women's Suffrage Movement الفاوندر تبعها والبادئ فيها دكتور إيميلي ستو هاي مهم اسمها هي الفاوندر تبعه Women's Suffrage Movement اللي هي بداية هاي وهي أول طبيبة بتبارس الطب في كندا في 1916 منيتوبا أعطت الحق للمرأة للانتخاب منيتوبا هذا تاريخ مهم 1916 أعطت الحق للمرأة للانتخاب 1917 دكتور ستو وغيرهم ضغطوا على الحكومة الفيدرالية وبالتالي رئيس الوزراء بوردن أعطى المرأة في الانتخابات 1917 عشان تقدر تنتخب إذا كان عمرها 21 سنة في 1921 في شخص أو سيدة اسمها أغنيس مكفيل هي أول عضو في البرلمان تكون مرأة أول عضو في البرلمان كانت مزارعة ومدرسة أول أم بي أم بي أم بي آخر بروفينس كيبيك في 1940 أعطت حق المرأة للانتخاب في شغلة اسمها بلو بيرد بدكم تنتبوا عليها بلو بيرد هم اللي شاركوا في الحرب العالمية وكان عددهم 2500 نيرس طيب الصفحة اللي بعدها رح نحكي عن نوفمبر 11 اللي هي تعتبر يسمى الريممبرانس تاي كل سنة هذا يوم عطلة في كندا نوفمبر 11 الشهر الحادي 10 يوم 11 الساعة 11 الظهر بتوقف كل بوقف كلهم تكريما للأشخاص اللي ماتوا عددهم 110 ألاف في الحرب العالمية المعظم الكندين في هذا الوقت في فوق الصفحة شايفين في صورة للريد بابي اللي هي زي فلاور بلبسوها بعد الحرب العالمية صار في شغلات كويسة خاصة في العشرينيات بسموها رورينج توينتيز وفي 1929 للأسف الستوك ماركت توقع وصار عندنا ديرتي ثيرتي فصار عندنا هبوط اقتصادي هون الشخص هذا اللي تحد بس تعرفوا اسمه فيل ادوارد مهم هو حصل على برونزية هو طبيب وبرضو اشارك في الحرب كان بالجيش الآن دي 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 الحرب العالمية الثانية انتقال الحرب العالمية الثانية في شغلة اسمها دي 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 في جون 6 1944 النازية والفاشية حاولوا يدخلوا أوروبا وكندا ساعدت في تحرير ايطاليا في 1943 و44 في فرنسا في شمال فرنسا في منطقة اسمها نورميندي في نورث فرانس في جون 6 1944 صارت معركة اسمها دي دي حوالي 15 الف كنيديين بقيادة او اخدوا الجون بيتش من الجيرمن وهذا كانت معركة قوية برضو تقريبا انهت الحرب العالمية الثانية والكنديين برضو ساعدوا في تحرير ناذرلاند في ال54 و55 و10 اللي كانوا يحاربوا من الكنديين شوية احنا بسرعة هون دي السكند وورد وورد زي ما حكينا مليون كندي حارب فيها من كان عدد السكان 11 ونص مليون او عدد اللي حربوا كلهم 11 ونص اربعة وربين الف ماتوا ساركوا بالاير فورسز بالرويال كنيديان نيفي وكانوا مشهورين هون في شغلة اللي هو صار للأسف الجابانيز اخدوا الكنديين باعوا كل املاك الجابانيز هون وفي 1988 الحكومة الكندية اتذرت من اليابانيين لانه باعت كل املاكهم بدون علمهم اعجبت كل القناة بأمم منكم كلكو تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير